اربعة محمد مصطفى قال محمد ابن هادي قال من حج ولم يزر الشيخ ربيعا فما تم نسكه او فما تم نسكه الاولى النسك فاي والثانية النسك مفعول به يقول الشيخ محمد ابن هادي المدخلي ده في السعودية طبعا يقول عن الذي ياتي الى مكة ولم يزور الشيخ ربيع هذا خاسر الا ده قال سلفت فيها شك فقال اذا جيت مكة لازم تزوره الا قال اذا كان عندك عذر معنا اجعل زيارة ربيع شنو واجبة من الواجبات بعد داك قال يقول لك عندك رأي في المدخلي في المخرج ذاته عندي رأي خلي المدخلي ودي انا اضطى كذلك طبعا عنده حاجات بيتم بها الكلام عنده حاجات كذلك بيتم بها زيال بليس ليه في حيطة بعد داك شنو بدي انا اضطى حاجات قال قال يقول لك عندك رأي في المدخلي في المخرج ذاته عندي رأي خلي المدخلي والكلام ده باطل من وجهي الوجه الاول ان الشيخ محمد ابن هادي المدخلي اخرج تسجيلا وتبرع من هذا الكلام بل استنكره غاية الاستنكار قال انا اظن حتى المجنون لا يقول هذا هل يتصور ان مسلما عاقلا يقول هذا الكلام قال انا اظن حتى المجنون لا يقول هذا قالوا ولكن يريدون تشويه صورة شنو السلفيين اما مجرد الكلام الفج والسمج هذا الذي سمعتم فاعرضوه على اي عاقل في الدنيا اي عاقل في الدنيا من المسلمين اعرضوا هذا الكلام عليه وقولوا له تتصور واحد من المسلمين يقول ان من حج ولم يزور الشيخ ربيع ولم يزور الشيخ ربيع حجه غير صحيح انا اظن حتى المجنون لا يخطر بباله هذا ولكن هذا كله من المبالغة في التشويه صورة السلفيين طيب الوجه الثاني ان الوقيع في اهل السنة وفي علماء اهل السنة وفي اهل الاثر هذا من علامات اهل الضلال طبعا هون ردوا عليه مدخلي ردوا عليه ان شاء الله بيجيك الكلام ده وبتسمعوا صوتيا ان شاء الله بتكون سمعتك توجيه رسولكم لا تستمعوا له ولا تجيسوا اليه فإن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق لبينهم هذا طيب ان اذكر من علامات اهل الضلال الوقيع في اهل الاثر بكتاب اسمه لم الدر المنثور من القول المأثور في الاعتقاد والسنة جمع ابي فريحان جمال ابن فريحان الحارفي ده من تلاميف الشيخ الفوزان وحتى ان قال قرأه معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء طيب قال شنو علامة اهل البدع صفحة خمسة وثمانين وصفحة ستة وثمانين والتماشي قال قال ابو حاتم الرازي رحمه الله علامة اهل البدع الوقيعة في اهل الاثر علامة اهل البدع الوقيعة في اهل الاثر والكلام ده اصله ذكروا اللالكاي وذكره الصابوني يعقيدة السلف اصحاب الحديث طيب اللالكاي في الجزء الاول صفحة مية تزعة وسبعين والمرجع الثاني عقيدة السلف اصحاب الحديث صفحة مية وخمسة قال الصفحة البعدة ذكر كلام بعد ذاك الصفحة البعدة قال قال ابو عثمان اسماعيل الصابوني رحمه الله وعلامات البدع على اهلها بادية ظاهرة واظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم يعني وشدة احتقارهم واستخفافهم بهم يحتقعون اهل السنة ويستخفون بهم طيب بعد ذاك ذكر كلاما بنجي تاني نذكر بعض المواضع من علامة اهل البدع التي يقع فيها محمد مصطفى عبد القادر اشتركوا في القناة